بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقع ما كان يحذر منه الأمريكيين أو يحذر منه البعض من إمكانية أن يصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو منافسه جو بايدن بفيروس كورونا ماذا إن رحل الرئيس الآن؟ كيف سيؤثر رحيله على الانتخابات الأمريكية؟ ماذا إن رحل بعد أن فاز في الانتخابات؟ ماذا إن رحل بعد أن نصب رئيسا؟ هذه أصبحت أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة الآن ماذا إن مات الرئيس ترامب جراء فيروس كورونا؟ أصبح هذا هو السؤال المهم وما هي الآثار التي سوف تلحق بهذا الخبر أو بهذه الوفاة؟ كورونا في البيت الأبيض كيف تؤثر إصابة ترامب بفيروس كورونا على مصاري الانتخابات الأمريكية؟ بعد ساعات من إعلان الخبر بإصابة ترامب وعقيلته بفيروس كورونا واضطراره للتزام بفترة حجر صحي في البيت الأبيض لفترة أسبوعين خرج طبيبه الخاص شون كونلي ليطمئن الجميع إلى أن ترامب بخير ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض وسيواصل القيام بواجباته أثناء الحجر الصحي ولا يعرف حتى الآن مصير مئات من موظف البيت الأبيض الذين كانوا على اتصال بترامب ونزل خبر إصابة ترامب بالفيروس القاتل كالصائقة على الأمريكيين خصوصا وأن البلاد تعيش مخاض حملة انتخابية مثيرة للجدل وتستعد ليوم اقتراح حاسم في اليوم الثالث من الشهر القادم ومنذ الإعلان عن إصابة ترامب بالفيروس تسود الأوساط السياسية الأمريكية حالة من الغموض والارتباك وحتى الخوف بين أنصاره وخصومه على حد سواء فلا أحد يعلم ما إذا كانت حالته الصحية ستظل مستقرة إلى حين إجراء فحص آخر بعد أسبوعين تثبت خلوه من المرض أم أنها ستنحو نحو الأسوأ فالرجل يقع بحكم سنه البالغ 74 عاما ضمن الفئة الأكثر لخطر الموت جراء الإصابة بالوباء وده صورة بتجمع ترامب وزوجته ميلانيا اللي هي مصابة بفيروس كورونا الواقع أن إصابة ترامب تلقي بظلال من الشك على الحملة الانتخابية فحتى لو نجى من مضاعفات الإصابة وقدر له أن يتعافى في وقت قياسي فإنه قد لا يتمكن من استئناف الحملة الانتخابية خلال فترة نقاها لا تعرف مدتها وإذا اقترب موعد الانتخابات وظل الرئيس حبيس الحجر الصحي أو فترة نقاها متواريا عن الأنظار فهل سيتقدم للانتخابات؟ هناك تساؤلات أخرى عن سياسة ترامب تجاه فيروس كورونا ومطالبة الأمريكيين بأن لا يقلقوا من الفيروس ودكا قبل أسبوع واحد من إصابته وذلك لأن الفيروس حسب ما قاله ترامب لا يصيب أحدا تقريبا معدى كبار السن والمصابين بأمراض القلب وحديثه عن أن الولايات المتحدة على وشك الوصول إلى لقاح للفيروس كل هذا يثير تساؤلات عما إذا كان ترامب قد أخطأ في تقدير خطورة الفيروس وقلل من مخاطره ومن الواضح أن الأوضاع السياسية في أمريكا ازدادت تعقيدا بإصابة ترامب بالفيروس وأصبحت مفتوحة على احتمالات لم تكن تخطر على بال أحد هذه الأسئلة المهمة ماذا ينتظر أمريكا والأمريكيين الآن وقد أصيب رئيسهم بفيروس ظل يقلل من شأنه ويسخر ممن يتخذون إجراءات وقاية منه وشوفنا ترامب في غالب حملاته الانتخابية وفي لقاءه حتى بنتنياهو والوفد الإماراتي والبحرين اللي راحوا لتوقيع اتفاقية التطبيع مع الكائن الصهيوني شوفنا الجميع بدون كمامات السؤال الثاني ما هي التداعيات الدستورية المحتملة إذا ما ساء الوضع الصحي لترامب وأدخل المستشفى للعلاج السؤال اللي بعد كده ما هو مصير الحملة الانتخابية والمناظرتين الرئاسيتين الباقيتين وعملية الاختراع كلنا احنا شوفنا مناظرة واحدة بين ترامب وبيدن ولكن في مناظرة يوم 22 أكتوبر وأخرى تقريبا يوم 19 أكتوبر هل سيتمكن ترامب من مواصلة حملاته الانتخابية والتواصل مع أنصاره من داخل البيت الأبيض هل سيستغل بايدن غياب ترامب ليكثف حملاته الانتخابية ويرى في مرض الرئيس ترامب فرصة للتخلص منه ديت أسئلة مهمة جدا حول هذا الموضوع حبيت أضح حضرتكم حول إجابة هذا السؤال ماذا يحدث حال وفاة ترامب بكورونا في وقت الانتخابات السؤال ده بالمناسبة جاء في هذا في المصر اليوم يوم 13 مارس 2020 حاولت المصر اليوم أن تجيب على هذا السؤال قبل عدة أشهر في زمن الأوبئة ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يتساءل البعض ماذا يحدث إذا توفي الرئيس الأمريكي في توقيت حرج من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 سواء قبلها أو خلالها أو بعد إعلان فوزه بها ورغم أن مثل هذه الوقائع نادرة في تاريخ الولايات المتحدة إلا أن محاولة معرفة سيناريوهات ذلك قبيل الانتخابات 2020 أمرا واقعيا بعد إصابته إن تداعيات وفاة المرشح تعتمد بشكل أساسي على وقت حدوثها وفي أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية حدثت الوفاء قبل الإجابة على هذا السؤال الافتراضي يجب معرفة أن الولايات المتحدة لها نظام ديمقراطي غير مباشر بمعنى أن الشعب لا ينتخب الرئيس بالفعل بل يقوم بانتخاب أعضاء الهيئة الانتخابية وينتخب بعد كده أعضاء الهيئة الانتخابية الرئيس حين يتوجه الناخب الأمريكي في الثامن من نوفمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد أو رئيس جديدة ده كان المقال قبل أن يعلم هل سيترشح أمام ترامب رجل أم امرأة فإنه عمليا لا يختار رئيسه مباشرة أي الشعب بل يمنح صوته لأحد المندوبين في الولاية التي يصوت فيها وذلك لأن نظام انتخابات الرئاسة الأمريكية يعتمد على ما يدعى بالمجمع الانتخابي لذا فإن عملية الانتخابات الرئاسية تكون كالتالي يصوت الناس ثم يصوت الناخبون ثم يقوم الكونجرس بفرز الأصوات ثم يتولى رئيس جديد منصبه إذا توفي مرشح قبل الانتخابات العامة ولكن بعد أن حصل على ترشيح حزبه فهذا الوضع بسيط نسبيا يختار حزب المرشح المتوفى بديلا لا يشترط أن يكون الشخص المرشح لمنصب نائب المتوفى في تذكرة الحزب الرئاسية التي تشمل ترشيح رئيس ونائب يعني هناك في أمريكا بيرشحه رئيس ونائب رئيس وهذا البديل يكون قيد الاقتراع يوم الانتخابات حدث ذلك مع كينيدي وهو المرشح الديمقراطي الرئيسي للرئاسة في انتخابات عام 1968 وكان يحظى بشعبية تم اغتياله على يد شاب فلسطيني 5 يونيو 1968 بعد أن هزم السيناتور يوجين ماكرثي في الانتخابات التمهيدية في ولايتين أمريكيتين إذا مات المرشح بعد الانتخابات العامة يعني بعد ما تمت الانتخابات هنا يصبح الأمر أكثر تعقيدا تؤدي الوفاة بعد التصويت الشعبي واجتماع الهيئة الانتخابية إلى نفس اختيار بديل بقيادة الحزب ولكن هنا تكون الآثار السياسية أكثر خطورة لأن الناس لا يصوتون مرة أخرى يتم إدخال اسم المرشح البديل في اقتراع الهيئة الانتخابية ويتوقع الحزب أن يصوت الناخبون الذين تم تخصيصهم للمرشح المتوفى للتصويت على المرشح الجديد حدث ذلك عام 1872 حينما توفي المرشح الديمقراطي هراسي جيرلي في 29 نوفمبر قبل انعقاد المجمع الانتخابي لكن التأثير السياسي كان طفيفا نسبيا لأن جيرلي قد فقد بالفعل التصويت الشعبي في الانتخابات العامة فلم تكلف اللجنة الوطنية الديمقراطية عن وضع بديل في اقتراع الهيئة الانتخابية فحصل جيرلي على ثلاث أصوات وعندما ذهب الاختراع إلى الكونجرس مرر المشرعون إجراء يعلن فيه أن أصوات جيرلي باطلة وصادقوا على فوز يوليس جيران إذا مات مرشح بعد هذه النقطة في الانتخابات بين تصويت الهيئة الانتخابية وفرز الأصوات في الكونجرس حينها لا يعرف أحد حقيقة ما سيحدث في حالة خسر المتوفى تصويت الهيئة الانتخابية فقد لا يكون لوفاته تأثيرا على نتيجة الانتخابات ولكن لم يحدث أن واجه الكونجرس الأمريكي وفاة شخص كان قد فاز بأصوات الهيئة الانتخابية وفاة رئيس ما بين فوزه في الانتخابات وتنصيب وده سؤال أيضا مطروع وبيتم محاولة الإجابة عنه ينص التعديل العشرون لدستور أمريكا على أنه في حالة وفاة الرئيس المنتخب تنطبق قواعد الخلافة ويصبح نائب الرئيس المنتخب رئيسا لسوء الحظ ليس من الواضح متى يصبح المرشح الفائز في هذه العملية الانتخابية رئيسا منتخبا لم يمت مرشح رئاسي فائز قبل أن يتم تنصيبه لذلك لم يضطر الكونجرس إلى تعريف وفقا للمؤرخ جون بوشر في عام 1861 كان هناك قلق واسع النطاق من أن يتم اغتيال إبراهام لينوكيلن قبل توليه منصبه ولكن لينوكيلن نجى متجنبا حدوث أي ارتباك حول الخلاف ووفقا لإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية وهي مؤسسة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن حفظ وتوثيق وثائق الحكومة التاريخية فإن هناك احتمالين أن يتشاور الكونجرس عما إذا كان سيعتمد المتوفى رئيسا منتخبا وفي هذه الحالة ينتقل إلى تصعيد النائب إلى منصب الرئيس أو يتم حساب الأصوات الانتخابية ويكون المرشح الحي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات رئيسا منتخبا لا شك أن وفاة ترامب جراء فيروس كورونا إن حدث سيكون زلزال كبير في الوضع الأمريكي لأنه سيضع أمريكا للمرة الأولى أمام تحدي كبير وخطير فهل سينجو الرئيس ترامب من إصابته بكورونا وهل هذا الخطر يهدد حياته كونه بالغ من العمر 74 سنة أصبحت كل الاحتمالات واردة بعد إصابة ترامب بهذا الفيروس القاتل فيروس كورونا وفي الختام إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم أرجو أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته